الله فرحتونا فرحة ما بعدها فرحة اقسم بالله انا كنت قاعد قدام الشاشة مع كل فرصة للزمالك بالضيع بتنطط من المكان بتاعي زعلان انها بالضيع ولما جي الهدف التالت لنجم النجوم اشرف بن شرقي سعادتنا ما تتوصفش ما تتوصفش وكان اللي موجودين معايا مجموعة من اعرف هويتهم اهلوي كلهم بلا استثناء اقسم بالله مش بقول كده عشان نعمل روح رياضية لا هذا هو الامر كنا قاعدين كلنا مجتمعين في البيت عندي نتفرج على المباراة كلنا مع بعض والكل اللي كانوا قاعدين حوالي سبعة كلهم اهلوي بيضوي يعني لكن كلهم كان انفعلتهم طبيعية تجاه نادي الزمالك بالاجاب عايزينه يكسب عايزينه يلعلع اوعى تنسى ان الزمالك لما يبلع مباراة زيديه هو بيمثل نفسه اطلاقا ده بيمثل مصر مش بيمثل تشيرت الابيض ابدا ده بيمثل جمهورية مصر العربية بكل طواقف وبكل انتماءاتها شيء عظيم 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 ان نادي مصري يحقق بطوله وخصوصا هيك بتتلعب في الدوح